بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيك وطالبات الأعزاء معاك ودكتورة أبرار ونكمل الميتابوليزم عندنا حاجة اسمها الجلايكوليسز جلاي مش جلايكوليسز هي عملية جلايك دي مشتقة من كلمة جلوكوز وليس دي معناها تحليل تكسير أي كلمة آخرها المقطع ده السافكس ده يبقى معناها تكسير يبقى هي عبارة عن عملية تكسير بريك داون أوف جلوكوز مكونة من عشر خطوات عشر تفاعلات تحت بعض كل ده أنا بكسر الجلوكوز عشان أنتج طاقة معروف الطاقة دايما موجودة في المركبات على شكل ATB يبقى الجلايكوليسز هيطلع لي جزيئين من الATB ويطلع زائد الناد اتش وهنتكلم عنه ونعرف ايه هو الناد اتش والكلام ده كله بيحصل الجلايكوليسز فين في السايتو بلازم بتاع كل الخلايا تمام يبقى مهم المكان كل الكربوهيدرات اللي بأكسامنا عشان يحصل لها كاتابولايز أو بريك داون عشان تتكسر وتهدم لازم تدخل في الجلايكوليسز باثوي الجلايكوليسز هو عبارة عن central in generating هو المركز من اجل انتاج الطاقة ومش بس طاقة كمان الميتابوليك انترميدياتورز أو انترميدياريز المفروض هنا فيه تيه اللي هو الوسيط يعني الوسيط اللي في النص اللي بيحصل له تمثيل غذائي وبعدين هيحصل له حاجة تانية ده اسمه وسيط يبقى هو اهم حاجة عندي انه هو من اجل انتاج او توليد الطاقة دي اهم نقطة في السلايد دي